وفي سياق ما يجري في كردستان من مخالفات دعا النائب هاشيار عبدالله وزارة النفط الاتحادية ولجنة النفط والطاقة النيابية وهيئة النزاهة إلى فتح تحقيق حول العقود المبرمة بين شركة كار وحكومة إقليم كردستان لاستثمار وإدارة حقل خرمالة النفطية وقال عبدالله في بيان أن حقل خرمالة الذي عملت الحكومة العراقية على تطويره ينتج 170 ألف برميل نفط يوميا ويدار حاليا من قبل شركة كار ولا توجد أي معلومات حول العقد المبرم بين إدارة الإقليم وهذه الشركة مبينا أن الإقليم يمتنع عن إضاح كيفية إدارة الحقل الذي ينتج 35% من نفط المحافظات الشمالية وأشار عبدالله إلى أن هذه الشركات أعطيت أكبر مصفى للنفط بشكل غير قانوني بالإضافة إلى استحواذها على 40% من أنبوب النفط بين العراق وتركيا وأوضح عبدالله أنه من أجل الشفافية ومحاربة الفساد في شمال العراق فأنه يجب على وزارة النفط الاتحادية واللجنة النيابية المختصة وحيئة النزاهة فتح تحقيق حول هذا العقد ومراجعة كافة نشاطات هذه الشركة في الشمال العراقي وإعلان النتائج على الرأي العام